يعتبر مقر البريد والفرع البلدي بقرية سيوان بلدية أولاد عطية هياكل بدون روح نظراً لعدم الاستفادة من خدماتهما. فمقر البريد لا نعلم سبب استمرار غلقه وهو الذي أعطيت الموافقة المبدئية لفتحه في يوم 21 أكتوبر 2019 لكن لم يتجسد في أرض الواقع. والفرع البلدي ما زال بعيداً عن الرقمنة والشهادات الإدارية ما زالت تكتب بخط اليد. فعدم تزويد القرية بالألياف البصرية يجعل المرفقين بعيدين كل البعد عن تحسين الخدمات. بين هذا وذاك يبقى المواطن يتكبد العناء دائماً في الحصول على أمواله أو استخراج وثائقه. ويتحسر على سنوات الثمانينات لما كانت كل أغراضه تتم في القرية. فحقاً إننا نتقدم إلى الخلف.